قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم العدلة حيث عالجت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ملف قضية خمس أشخاص على خلفية توروتهم في جنحة جمهور وإهانة هيئة نظامية أثناء قيمهم بمظاهرات سلمية تضامناً مع سكان الجنوب التفاصيل مع ناجي بسمي عام حبساً نافذاً هي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في حق خمس أشخاص عن تهمة التجمهر وإهانة هيئة نظامية تفاصيل قضية حسب ما دار في جسد المحاكمة تعود إثر خروج المتهمين في يوم 14 مارس 2015 بمظاهرات سلمية في ساحة كينيدي وذلك تضامناً مع سكان عين صالح وتندوف حاملين شعارات تندد بخطورات استخراج الغاز صخري والتي كانت حسب ما دوين في محاضر الشرطة تحمل عبارات مهينة للنظام المتهمين وخلال مثولهم اليوم أمام المحكمة أنكروا جميع الأفعال المنسبة إليهم وأكدوا أنها كانت مظاهرات سلمية تضامناً مع سكان الجنوب من أمام محكمة بئموند رايس نجي بسمي تلفزيون نهار من أمام محكمة بموند رايس سعيد حمدين اليوم لمثلنا أمام هيئة المحكمة بتهمة التجمهر مع إهانة هيئة نظامية ليوقفنا يوم 14 مارس 2015 بساحة كينيدي وقفة احتجاجية سلمية ليقلنا فيها لا لتنقيب الغاز الصخري ووقفنا تضامناً مع أهلنا في عين صالح لأن أهل الجزائر جزء لا يتجزأ من الصحراء الجزائر نقول لهم جميعنا صامدون للغاز الصخري رافدون الشعارات كأنه قال لك إهانة الهيئة النظامية أنا قلت أهل الداخل قلت له الشعارات اللي كنا حاملينها لا توجد إهانة للهيئة النظامية وإش توجد على الشعارات لا للغاز الصخري نطلب مرئيس المحكامة هذا نطلبه بالباراء إن شاء الله لتصلك آخر مستجددنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية